السلام عليكم اليوم سنستكمل حديثا عن الحال في حلقة رابعة وأخيرة ونتحدث عن الحال التي تأتي شبه جملة وعن تعدد الحال فكونوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه القرآن العظيم كلام الله المعجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو مرجعنا الأول للغة العربية وكنا سابقا قد حدثنا في ثلاث حلقات عن الحال عرفنا في الحلقة الأولى الحال وضربنا أمثل عن الحال المفردة وفي حلقة ثانية تحدثنا عن الحال التي تأتي جملة اسمية وفي حلقة ثالثة تحدثنا عن الحال التي تأتي جملة فعلية واليوم سنختم حديثا عن الحال بالحديث عن الحال التي تأتي شبه جملة وعن تعدد الحال وفي اللغة العربية كما نعلم هناك جملة اسمية وجملة فعلية وهناك شبه جملة وشبه الجملة إما أن تكون جارا ومجرورا أو أن تكون ظرفا وتتعلق بمحذوف وهذا المحذوف هو الحال وسنضرب لكم مثالين من القرآن الكريم عن الحال التي تأتي شبه جملة المثال الأول من سورة القصص يقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم والحال التي جاءت شبه جملة في هذه الآية هي في زينته فخرج على قومه في زينته فهي تبين حال خروجه متزينا فعبارة في زينته هي جار ومجرور وكما قلنا تتعلق شبه الجملة بمحذوف وإعراب شبه الجملة في زينته جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة من فاعل خرجه والتقدير كائنا في زينته المثال الثاني إخواتي الكرام من سورة يونس يقول الله عز وجل فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وهنا شبه الجملة الجر والمجرور بغير الحق متعلقان بحال محذوفة والتقدير كائنا بغير الحق فشبه الجملة بغير الحق توضح حال بغيهم يبغون بغير الحق هذان مثالا إخوة الكرام من القرآن الكريم عن شبه الجملة التي تكون في محل نصب حال أما الآن فسنتحدث عن تعدد الحال لننهي بذلك حديثنا عن الحال من الممكن إخوة الكرام أن تتعدد الحال في الجملة ويكون صاحب الحال واحدا وسنضرب لكم ثلاثة أمثلة عن تعدد الحال في القرآن الكريم المثال الأول من سورة الفتح يقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهنا تعددت الحال في الآية لتأتي عدة كلمات كحال تصف حال الدخول إلى المسجد الحرام وهي آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وجملة أيضا لا تخافون الجملة الفعلية في محل نصب حال وصاحب الحال واحد وفي مثال ثاني يقول الله تعالى في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ففي جملة ارجعي إلى ربك راضية مرضية هناك حالان راضية ومرضية فهنا تعدد الحال وصاحب الحال واحد وهو النفس المطمئنة وفي مثال ثالث يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فهنا تعددت الحال أيضا التي تصف حال الظالمين فصاحب الحال واحد والحال المتعددة هي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء هذه ثلاثة أمثلة عن تعدد الحال في القرآن الكريم إذن إخوة الكرام تحدثنا في حلقات أربعة عن الحال في القرآن الكريم الحلقة الأولى عرفنا فيها الحال وتحدثنا عن الحال المفردة وفي الحلقة الثانية عن الحال التي تأتي جملة اسمية وفي حلقة ثالثة عن الحال التي تأتي جملة فعلية وفي هذه الحلقة الرابعة والأخيرة تحدثنا عن الحال التي تأتي شبه جملة وعن تعدد الحال نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ونسأله التدبر والتفكر والتعلم عسى أن ننجو يوم العرض عليه نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقامة دائما وأبدا أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه اقرأ وربك الأكرب الذي يعلم بالقلم اشتركوا في القناة